الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لازلنا مع شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك ومعنا إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل وإن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن راع في الاتباع المحل فحسن إذن عندنا مسألة إعمال المصدر يعمل المصدر عمل الفعل في موضعي أن يكون نائبا مناب الفعل ضرب ضربا زيدا أن يكون المصدر مقدرا بأنوى الفعل أو بما والفعل بأنوى الفعل إذا أريد المضي والاستقبال عجبتم من ضربك زيدا أمس أو غدا والتقدير من أن ضربت زيدا أمس من أن تضرب زيدا غدا وعندنا الفعل إذا أريد به الحال عجبت من ضربك زيدا الآن التقدير مما تضرب زيدا الآن عندنا المسألة وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال مضافا عجبت من ضربك زيدا الكاف مضاف إليه ومحل بالألف واللام عجبت من الضرب زيدا ومجردا عن الإضافة وأل وهو المنون عجبت من ضرب زيدا وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون وإعمال المنون أكثر من إعمال المحل بأل الآن عندنا ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة يتيم مفعول به لإطعام بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل ومن إعماله وهو محل بأل ضعيف النكاية أعداءه ضعيف أعداءه يخال الفرار يرخي الأجل فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع والتأبين عروة لقد علمت أولي المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمع هذه المسألة الثالثة الآن وأشار بقولي والاسم مصدر عمل عندنا المصدر وعندنا اسم المصدر نفرق بينهم إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل اسم المصدر كيف نفرق بين المصدر واسم المصدر اسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معنى وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض كلمة عطاء فإنه مساوي لكلمة إعطاء معنى ومخالفه له بخلوه من الهمزة الموجودة في الفعل وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيء واحترز بذلك مما خل من بعض ما في فعله لفظا ولم يخلو منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا قتال فإن مصدره قاتل قتال مصدر قاتل لم يخلو من الألف تقديرا قتال قاتل الألف موجودة لكن قاتل قتالا ضرب ضرابا الألف تحولت إلى يع إذن لم يخلو منها تقديرا واحترز بقوله دون تعويض إذن عندنا اسم المصدر مساوى المصدر في الدلالة على معنى وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض إذن مسألة دون تعويض مما خل من بعض ما في فعله لفظا أو تقديرا ولكن عوض عنه شيء فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر عدات فإنه مصدر وعدة وقد خل من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء هذه الأصل ابن المصنف رحمه الله زعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا وهذا الذي قاله خلاف ما صرح به غيره من النحويين الشاهد أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة رتاعة إذن وبعد عطائك المئتا حديث من قبلة الرجل امرأته الوضو قبلة نصبت امرأة إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرة عون المر بعشرتك الكرامة عد منهم فلا ترين لغيرهم ألوف بعشرتك الكرامة الآن عندنا المسألة وإعمال اسم المصدر قليل ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم فإن الخلافة في ذلك مشهور قال الصيمري إعماله شاذ وأنشد أكفرا البيت السابق وقال ضياء الدين ابن العلج في البسيط ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله ونقل عن بعضهم أنه قال أجاز ذلك قياسا الآن عندنا يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول عجبت من شرب زيد الحسلة جر الزيد وهو فاعلة ونصب العسل يضاف المصدر إلى المفعول فيجر ثم يرفع الفاعل عجبت من شرب العسل زيد تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول عجبت من ضرب اليوم زيد عمر وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعض وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل اختلف العلماء في إعراب من فاعل يحج ولله على الناس حج البيت ورد بأنه يصير المعنى لو قلت من فاعل لي حج هنا ماذا يكون المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع والإعراب الثاني بدل من الناس والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت والإعراب الثالث مبتدى والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك الآن المسألة الثامنة والأخيرة إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرور لفظا مرفوعا محلا فيجوز في تابعه مراعاة اللف فيجر ومرعاة المحل فيرفع عجبت من شرب زيد الظريف هنا أتبعنا اللفظ عجبت من شرب زيد الظريف هنا أتبعنا المحل حتى تهجر في الرواح وهاجه طلب المعقب حقه المظلوم وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا فيجوز في تابعه مراعاة اللفظ والمحل مراعاة المحل قد كنت دانيت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة مخافة الإفلاس والليانة والله أعلم